في تركيا في فترة من الفترات شاهدناها كلاعب مستقل لكن أنا أضرب لك مثل حينما تم إسقاط الطائرة الروسية تغيرت دور التركي وقبلت بالمقاربة الروسية ولم تتدخل وحتى بعفرين حينما شنت هذه العمليات طلب منها الروس أن لا تطير ولا طائرة تركية F-16 فوق عفرين والآن متوقف الأمور وحديثا ربما يسمعونها هذا بشو بيعكس؟ بيعكس أن القوى الفاعلة في سوريا هي الأقل روسيا بس لماذا أنا بحكي بهذا المنطقة؟ الفارق التكنولوجي كبير ما بين تركيا وإيران من جهة وروسيا والولايات المتحدة طبعا وفارق أكبر ما بين الولايات المتحدة وروسيا أنا أضرب مثل بس بسيط حينما اشتبكت بعض من قوات النظام السوري قبل حوالي أربع أيام أو خمسة بهذا العدد اشتبكت مع قوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة قصفها طيران تحلفوا قتل مياه وتراجعوا الجماعة فيه فارق تكنولوجي أنا أعتقد تدخل الإيراني كان مطلوبا لأن الروس ما نزلوا قوة على الأرض وبالتالي كانوا يعتمدوا على سلاح الجو فقط وتم القصف ولكن سلاح الجو ما بينهي معركة فاستعانوا بميليشيات الإيرانية بالإضافة لما تبقى من الجيش السوري وبالتالي على أمل أن ينهي هذه هذا هي القضية لكن لا أعتقد ببساطة أن القوات أو القدرة الإيرانية خارقة بشكل كبير لكن أعود لطبيعة العلاقة على الأقل لنفهم خصائص الحالة إسرائيل تحديدا أنا من خلال قراءاتنا للوضع في إسرائيل إسرائيل حروبها بالمجمل قصيرة وسريعة وبالتالي تنهيها بشكل سريع ولا ليس من دعاة التشجيع لحرب مستمرة خاصة إذا تحولت حرب استنزاف ولهذا أن أتذكر قائد الجيش المصري اللي كان ابان حرب 73 قال كنا نعرف أن حرب 73 يجب أن لا تكون سريع وطلبنا من القيادة السياسية أن لا تكون سريع وأن تكون حرب استنزاف طويلة بحيث نرهق الإسرائيل ويقبل بشروطنا لكن القيادة السياسية رأت غير ذلك وانتهت الحرب بشكل طويل بأن لا تتدخل طبعا مكرزمات الحرب اختلفت لأنه حصر الجيش الثالث وغير ذلك قال أردنا حرب استنزاف بدون الزج بقواتنا بدل من أن تقع تحت هذا الحصر الإسرائيلي بعود للقضية هي يخشى من أنه اللي بتفكر في إيران فعليا بالنسبة على الأقل مع العلاقة الإسرائيلي هو بينها فعلا قواعد هناك وترسيخ وجودها أكثر فأكثر لأنه ترسيخ الوجود أعتقد أن إلى إيران مصالح ليست بضرورة تتفق مع إسرائيل والدليل على ذلك أين وصلنا بترسيخ الوجود هذا يعني أين بأي مرحلة نحن في سوريا الآن الآن في تغيرات بالمشهد السوري داعش اللي كان قوة مهمة جدا في سوريا انتهى وهذا لصالح من انتهى انتهى لصالح النظام السوري والقوات الإيرانية وبدرجة أقل الكردية فعمليه في إحلال المواقع من إيران هو الآن هذا الاستثمار للنجاح بده يتم استثماره بشكل فعلي على الأراضي السورية